ما في حديث يعني عن المنتخب السعودي الأولمبي اللي ظاهر بصورة مهزوزة على المستوى الفني حتى على مستوى اللاعبين أمس تكلمنا في هالموضوع وقلنا بأنه العمل الارتجالي والعشوائي في إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ألقت بظلالها على المنتخبات السعودية وهذا كلام يعني مو كلام جديد احنا عارفينه أصغر واحد اليوم في الشارع الرياضي السعودي يقول لك واضح أنه هذا الاتحاد مرتبك هذا الاتحاد ما هو عارف يعني إيش واجباته هذا الاتحاد ما أوفى بالعهود لكن خليني أبدأ من عندك محمد الشيخ يعني صراحة المنتخب السعودي وضع نفسه في موقف صعب جدا لأنه بوابتنا اليوم الوحيدة عن طريق المنتخب الياباني اللي هو ما هو سهل ومنتخب قوي ومنتخب ما راح يفرط أكيد بثلاث نقاط طبعا بالفعل أنا أخشى ما أخشاه أنه بعد مباراة اليابان نقول كانت بدينا وراحت علينا كالعادة الجدول كان يخدم المنتخب السعودي يبدأ بتايلند ثم بكوريا الشمالية ويختتم المرحلة بيابان كان يفترض اليوم منطقيا نرافق العراق ونرافق كوريا الجنوبية اللي تأهلوا من أول مباراتين لحظنا في مباراة تايلند خرجنا بتعادل أعتقد كان بمثابة مكسب باعتبار الفريق التايلندي كان أفضل منتخب السعودي وفرط في فوز كان متاح ثم جاءت مباراة كوريا الشمالية شاهدنا فريق ضعيف فريق يعتمد على أخطائنا ونحن أيضا نسجل من أخطاء هذا الأمر نتيجة لتواضع الإعداد ولتواضع إعداد أسبابه شرح أبو نخاع وأيضا هذا التواضع سببه أيضا برنامج المنتخب الأولمبي لا يمكن أن ألقي باللائمة على الأندية بأنها لا تسمح بإعطاء لاعبيها وهم محترفين وفيه استحقاقات محلية وأضحي بالنادي صحيح منتخب ولكن أيضا في المقابل النادي يقول بأن المنتخب في فترة إعداد ودي وخارج أيام الفيفا حينما نتحدث عن احترافية هذه هي الاحترافية صحيح أضف إلى ذلك ما حدث من إقصاء بندر الجعيثن والإتيام بالمدرب كوستر في اللحظة الأخيرة وإسقاط ببرشوت على المنتخب الأولمبي مع لاعبين لا يعرفهم لاعبين لم يعدهم لاعبين لم يخترهم وأرادوا منه أن يوظف هذا الفريق وكان في يد كوستر عصى سحرية قد لا أرى شخصيا بندر الجعيثن هو القيمة الفنية التي يقول اليوم منتخب نعول عليه أن يحقق مثلا بطولة آسيا أو يذهب لأولمبياد ريو دي جانيرو ولكن كان المنطق يحتم استمرار الجعيثن مع بقاء كوستر في الإشراف الفني غير المباشر لكن كما أشرنا وكما نشير وكما نقول دائما أن هذه نتيجة العشوائية لا يمكن أن تجني من الشوك العنب كل ما يحدث في الاتحاد السعودي عشوائي ولعل ما يحدث في المنتخبات سواء السنية أو المنتخب الأول نحن فقط في 2015 ومع بداية 2016 تتوالى الانتكاسات والانكسارات من خسارة كاس الخليج إلى الخروج من الدور الأول في بطوة آسيا في استراليا إلى الآن نحن على بعد خطوة من فقدان فرصة العبور للدور الثاني في كاس آسيا تحت 23 سنة والحلقات تتواصل أعني حلقات الفشل طيح عبد الله فلاتة في حال الخروج من هذه البطولة لا سمح الله هل من الواجب اليوم مساءلة المسؤولين في اتحاد كرة القدم أو حتى المسؤولين في المنتخبات السعودية عن اللي جالس يصير اليوم يعني إحنا اليوم ما نتكلم عن فريق كرة قدم يشارك في بطولة ويطلع إحنا نتكلم عن سمعة ومكانة الكرة السعودية هذا موضوع يضرنا خلوا عملكم الارتجالي على جنب خلوا مشاكلكم وخلافاتكم مع اللي جان وخلوا كل شغلاتكم اللي احنا شايفين ومسكتين عنها ونحاول نمشي الأمور لكن لما الموضوع يتعلق بكرة القدم السعودية نقول لا هنا وقفوا ولازم فيه أشخاص مسؤولين ولازم يسألون لأن هذه سمعتنا بالتأكيد نابد أن تكون هناك مساءلة لماذا تكون مساءلة؟ لأن المشهد يتكرر الأخطاء يتكرر أصبحت سمى الإخطاء وأصبحت سمى الإشوائية وأصبحت سمى الارتجالية زي ما تفضل الأستاذ محمد يعني عبارة التعاقد مع كوستر قبل عشر أيام من البطولة يعني يجي يشرف على المنتخب الوطني هل البطولة هي اللي جات فجأة؟ البطولة ما هي فجأة البطولة مبرمجة ومعروف معادة وإلى آخره كان يفترض إذا في الفترة دي الأخيرة خلاص يستمر بندر الجياثم بقض النظر عن رجل قدم خلال فترات إشرافة المنتخب الشواب عمل جيد الصراحة تابعناه وحقق نجاحات كان يفترض إذا المدرب يستمر يكون من وقت مبكر يكون فيه مدرب بديل حتى الاختيارات يعني أتضح لنا اختيارات عشوائية خط الدفاع لأننا نشوف الأخطاء الكوارثية التي تابعناها يوم عمس لاعبين يعني واحد ما يلعب في نادي الفريق الأول نهائيا والثاني ما قدر يلعب في نادي جماهيري تحت الضغط أصبح الاثنين يشكلوا عب ثقيل على المنتخب الوطني حقيقة أخطوا في المباراة الأولى وجدوا نفسه المباراة الثانية في لعبين آخرين كممكن تكون الاختيارات أفضل لكن كوستر ما يتحمل الصراحة الاختيارات لأنه ما يختياراته يعني العملية كلها في مجملة كل الأخطاء تؤدي إلى نتيجة خاطئة أنا أتفك معك تماما لا بد أن تكون مساءلة لأنه طالما أن الأخطاء بتتكرر معناته الناس ما بتتعلم من أخطاء اتحاد القرب ما يتعلم من أخطاء كلام سريم الأجهزة الإدارية ما بتتعلم من أخطاء لازم نحط حد حلقة الماضية كنا نتكلم نقول نحن بنتكلم وبنشير وغيرا بيتكلم ومختصين وفنيين وآراء جميع آراء نقدية بعضا ما هو إيجابي بشكل كبير ومن نجوم مدانيين ومن مدربين وطنيين إلى آخره لا تأخذ بعين الاعتبار طالما الاتحاد لدي الدرجة ما بيستشعر بالعملية ما بيستشعر لا بيجد يجب أن يكون هناك في آلية لمساءلة الاتحاد طبعا في نطاق رياضي في نطاق كرة القدم لجل نحط حد لهذا السقوط المتوالي